ورد إلينا هذا البيانة العاجل مشاهدين حيث شارك الرئيس عبد الفتح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي جوب عيدن ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات والسكرتير عام الأمم المتحدة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحجد الزخم الدولي اللازم لها وقد تم توجيه الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة هذا العام استنادا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية قب 27 للمناخ في شرم الشيخ وألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة توجه فيها بالشكر للرئيس الأمريكي جوب عيدن لمبادراته بالدعوة لهذه القمة المهمة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة وفي هذا الإطار أشار رئيس السيسي إلى أنه مع قرب انعقاد الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوفرة من كافة الأطراف لهذا الغرض فإن مصر تدرك تماما حجم المسئولية الملقاة على عاطقها كرئيس للمؤتمر وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقية على الأرض ينقلن من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية وضف الرئيس السيسي أنه انطلاقا من هذه المسئولية وفي إطار استعداد مصر لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي فإن مصر تواصل بدل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عمليها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهمتها المحددة وطنيا تنفيذا لاتفاق باريس ودعم وتعزيز خططها واستراتيجيتها طويلة المدى لخفض الإنبعاثات والتعامل مع الأثار السلبية لتغير المناخ وأوضح الرئيس أن مصر قامت مؤخرا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 20-50 وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهمتها الوطنية والتي ستتضمن أهداف كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في منطقتها كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تتطلع بها مصر لتجنيب شعبها الأثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكسات على أسعار الطاقة والغذاء وأشار الرئيس السيسي إلى أنه على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ إلى أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز القدرة على التحرك منفردة ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات وعلى إقامة شركات حقيقية بين الحكومة أو بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدنية كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ النتائج وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملة وداعمة لعمل المناخ الحكومية وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته عن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبعي من غاز الميثان استنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع وشدد الرئيس السيسي على أن قدرة المجتمع الدولي على المضي قدما بشكل موحد ومتصق نحو تنفيذ التزاماته وتعهداته وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا وبالمناخ الذي يتعين علينا بتهيئته ليكون محفزا وداعما لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قراتنا الإفريقية أن الأولوية يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار وأنها تتحمل المسئولية بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتح لها من دعم وتمويل مناسب وأكد الرئيس السيسي أن نجاح الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الأفريقية من رضا وارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمية وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نمو وفي إطار المساهمة في بناء هذه الثقة وخلق هذا المناخ المواتي أعلن الرئيس السيسي عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدار العام الجاري وصولا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر